المغيرة بن شعبة أم قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نعرفه لا يزال وده المعنى رقم ثلاثة لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق طبعا حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون على الحق الرواية بتاعت مسلم قال لا يضرهم بص تلاتة زال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضر اسمعوا اسمعوا بس الحديث إحنا حافظين الحديث أنا عارفة أنتم حافظينه الشطار بس اسمعوا معايا الحديث حتى يأتيهم أمر وهم ظاهرون على الناس لا يضرهم من خذلهم كم الخزلان كم الخزلان يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من خالفهم من طول عملتهم تساوتهم كل الله والناس مدد بسببك لا 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 هو أنت جاعة ضحية هو أنت جاعة المظلوم هو أنت اللي جاي على اللي بيقول له أرض أردي ويدافع عنها وسايب الظالم ليه ليه إيه اللي بيحصل ده يا جماعة وجاي تقول كذا بصوا لا يضرهم اتمنوا دروية مسلم اتمنوا لا يضرهم من خالفهم رحكم بس ومن خزلهم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام شوفوا الحديث من إمتى شوفوا صدق الحديث بيتطبق دلوقتي إزاي الوقت شكرا